وأتراك رفعوا الشعار الشيعي في وجه الأثماني لكي يسودوا في إيران ويحشدوا الجماهير في مقاومة المد الأثماني في تلك الأيام قبل حوالي 500 سنة وكانوا عنفين وكانوا متطرفين وكانوا قشريين وكانوا مستبدين ظالمين طغاة لم يأخذوا من التشيع العلوي والتشيع الحسيني سوى الطقوس والبكاء واللطم وإحياء الذكريات وما إلى ذلك وأيضا التطرف العنيف ضد ما يسمى أو ما كان يقولونهم أن هؤلاء خصومهم وعداءهم من الخلفاء ومن غيرهم فكانوا يحتفلون بمناسبة وفاة هذا الخليفة أو وفاة أم المؤمنين عائشة أو ما إلى ذلك يعني التزموا ببعض الطقوس السلبية التي تختلقوها والميتة وبالتالي حتى وقت قريب كان هذا التشيع أو هذا المفهوم من التشيع يطغى على بعض الأوساط فمثلا هناك حكام ظالمين كملوك إيران مثلا وطغاة ولكن هذا التشيع الصفوي لم يكن يدعو إلى الثورة على هؤلاء الحكام الظلمة والطغاة وكان يدعو إلى الخنوع والسكوت والانتظار والتقية وما إلى ذلك مفاهيم مغلوطة كانت عندهم ولذلك عندما جاء الدكتور المرحوم علي شريعته وكتب كتابه التشيع العلوي والتشيع الصفوي لكي ينتقد المفاهيم الشيعية السلبية التي كانت رائجة في المجتمع ويضع محلها مفاهيم أصيلة للتشيع مفاهيم العدل والحرية والحاق التي كانت متجسدة في الإمام علي والإمام الحسين مفاهيم الثورة في حركة الإمام الحسين ومقاومة الظالمين وبالتالي طرح هذا التشيع في مقابل التشيع الذي كان موجود وطبعاً هذا الحركة الشيعية في إيران تطورت وحدثت الثورة الإيرانية هي ثورة على الفكر الصفوي ولو أن البعض من أعداء إيران وأعداء الجمهورية الإسلامية أخذوا هذا الشعار من الدكتور علي شريعتي كصدام حسين وغيره يعني أخذوه كان لكي يسبوا الثورة الإيرانية ويسبوا الجمهورية الإسلامية ويقولون أنها ولا صفوي بينما هؤلاءهم الثورة الإيرانية والثوار الإيرانيين والشيعة الجدد هم ثورة على الفكر الصفوي لأنهم يؤمنون بالثورة ويؤمنون بالحرية يؤمنون بالعدالة يؤمنون بالجمهورية والجمهورية يعني مسألة فكرية كبيرة جداً وثورة في الفكر الشيعي وحتى نظرية ولاة الفقه هي ثورة في الفكر الشيعي ضد الفكر الصفوي فالتشيع الآن هو أقرب إلى التشيع العلوي والتشيع الحسيني المقاومة في لبنان مثلاً المقاومة في العراق الحجد الشعبي قاوم الدواعش هذه ثورة في الروح الوطنية الشيعية فهناك فرق كبير وسوف نتعرض إلى بعض التفاصيل في ملامح هذين الصنفين من التشيع وهو الحقيقة تشيع واحد ولكن هناك صورة مغلوطة عن التشيع روجها الصفويون بثقافتهم وأفكارهم وأنظمتهم قروناً من الزمن فطغت على الناس والآن هناك تيار صفوي يعيش في يتخذ من منابر في بريطانيا منابر إعلامية كنوات فضائية ولكنه هو موجود أيضاً في قطاعات معينة لا أقول واسعة إنما قطاعات معينة هنا وهناك يعشأش يحمل هذا التصور يعني لا يفهم من التشيع إلا الأداء للخلفاء إلا السب واللعن والشتم وبعض القشور الشيعية لا يلتزم بجوهر التشيع بجوهر فكر أهل البيت اللي هو العدل والحرية والحق والقصد هذه المفاهيم غائبة عنا مساعدة المحرومين المظلومين في كل مكان غائبة عن هذا التشيع عن هذا الصنف من التشيع وهو لا يعرف غير السب واللعن والغلو أيضاً في أهل البيت يرفع مكانهم فوق الأنبياء وفوق البشر ويكاد يضعهم في مصاف الآلهة فهذا التشيع يدعو للعنف ولا الصراع مع الآخرين وهو حتى إذا لم يقل بصراحة إنما بأسلوبه وبتصرفاته السلبية الحمقاء من السب واللعنة علناً في الإذاعات والتلفزيونات هو يحرض المسلمين بعضهم ضد بعض ويشجع على الحروب الداخلية خدمة للمستعمرين هنا وهناك لذلك إيران اليوم تحذر من هذا الفكر الصفوي بين كوسين البريطاني الذي تسميه بريطاني وقد لا يكون بريطاني حتى قد يكون في داخل إيران أيضاً موجود عن بعض الأفراد وعن بعض المتطرفين والجهلة والذين لا يفهمون جوهر التشيع وجوهر مذهب أهل البيت نحاول أن نتحدث أن نذكر بعض ملامح هذا التشيع العلوي والتشيع الصفوي البريطاني ونتساءل ماذا يجب أن نفعل في مجابهة هذا الانحدار في الفكر السلبي باسم التشيع قلنا نعم ما هو التشيع الصفوي والبريطاني وما هو التشيع العلوي الحسيني وهل هناك أساساً تشيع علوي حسيني وآخر صفوي بريطاني وما هو الفرق بينهما البعض يحاول أن ينكر يقول لا 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 يوجد أي شيء اسم تشيع صفوي وأنه هذا من مصطلحات الأعداء ضد الشيعة هل هو الأمر كذلك في الحقيقة أم لا يوجد فئة من الناس تلتزم وتؤمن بنوع من الثقافة الشيعية السلبية وهناك جماهير واسع يمكن بالعكس تنخرط في الحركة الثورية الاجتماعية السياسية التي تؤمن بالديمقراطية والحرية والعدالة للجميع فنحاول أن نضع النقاط على الحروف ونتلمس بعض الملامح من هذين الفكرين ونطلق في نفس الوقت مشاركتكم ومداخلاتكم حتى نرى ما هي الحقيقة لماذا تحذر إيران من تغلغل التشيئ البريطاني في الحوزات والمعاهد الدينية وما هو حجم هذا تغلغل في الواقع وما هو التطور الحاصل في الفكر الشيعي السياسي العام اليوم التشيئ العلوي هو تشيئ الوحدة الإسلامية الذي يدعو إلى الوحدة الإسلامية ويدعو إلى الحق والعدل وحب الناس والتضحية والثورة والفداء واحترام الصحابة الكرام وكل العلماء من كل المذاهب ومقاومة الاستعمار والصهيونية والتمسك بجوهر الإسلام وأما التشيئ الصفوي والبريطاني الحديث المعبر عنه أو بقنوات الفتنة والتطرف والكراهية مثل قناة ياسر الحبيب وغيره نعم والتشيئ الصفوي هو هذا تشيئ قشري تاريخي يعني اليوم يبدو التشيئ الأمة الأثنى عشر هم كل القضية بعد ما يعرف ما علاقة الأمة اليوم ما علاقة الفكر الشيعي القديم بالحركة الاجتماعية اليوم لا يفقى هذا الأمر ولا يربط بين الاثنين يؤمي بعقيدة معينة أن هؤلاء الأمة كانوا كذا 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 وخلص طيب ما هو موقفنا ما هو ارتباطنا بيهم ما هو دورنا في الحياة اليوم كيف نعمل كيف نتصرف هذا ليس مهم التشيئ العلوي التشيئ الصفوي كنا تشيئ قشري تاريخي بلا جوهر ولا مضمون لا يعرف غير البكاء واللطم والتطبير وسب الصحابة وأمهات المؤمنين وبث الكراهية والحقد وإثارة التفرقة بين المسلمين وإشاعة العنف والظلم والاحتفال مثلا كما تسمعونها الأيام بفرحة الزهرة أو بمظلمية البكاء على مظلمية الزهراء أو ظلامة الزهراء كما يقولون وأن فلان كسر ظل الزهراء وأسقط جهنها ويبدأون بس يبكون ويلطمون وخطورته تأتي هذا التشيئ الصفوي البريطاني خطورته تأتي من امتداده وانتشاره في صفوف الحوزات والمدارس والمشايخ الأخباريين والغلات الذين لا يستطيعون التمييز بين الغث والسمين والأحاديث الصحيحة والموضوعة وتراث أهل البيت السليم وتراث الغلات والمندسين أساساً هم يرفضون منهج التحقيق وعلم الرجال والتحقق من الأحاديث يقولون يجب أن نأخذ الأحاديث كما وردتنا التشيئ العلوي هو تشيئ الأمة كل الأمة ليست تشيئ طائفة معينة ولا سيما الفقراء والمحرومين والمظلومين في كل مكان على العكس من التشيئ الصفوي الذي هو تشيئ الحكام الطغاة والمستبدين والظالمين والسراق والناهبين والمرتشين والمنافقين والخونة والعملاء والجواسيس التشيئ العلوي هو تشيئ الحق والعدل والقرآن والسنة والعقل والألم على العكس من التشيئ الصفوي الذي هو تشيئ الجهل والتعصب الأعمى والغلو والشرك والخرافات والأساطير التشييع العلوي هو تشييع الوحدة الإسلامية كما قلنا والحرية والديمقراطية والشورى الشورى مبدأ أصيد من تراث أهل البيت ولكن الشيعة الصفوين يغطون عليه ويعادون الشورى ويعادون الديمقراطية على العكس من التشييع الصفوي الذي هو التشييع التعصب الطائفي والوراثة حتى اليوم جعناهم بالوراثة يتبادلون ويقلدون والاستبداد والإرهاب والرأي الواحد ومحاربة الاجتهاد والتفكير وهو لا يعرف سوى أسطورة ظلامة الزهراء وفرحة الزهراء والاحتفال بوفاة عائشة كما يفعل ياسر حبيب ويؤلب كل السنة على الشيعة لأنه يأتي بزي شيعي بمعمم شيعي ويقولون انظروا ماذا يفعل الشيعة بأهل البيت بأصحاب وزوجات النبي وعموم المسلمين السؤال الآن هو كم نسبة الشيعة العلويين والشيعة الصفويين وما هو الاتجاه العام لديهم يعني الآن في الساحة في ظل الأنظمة الديمقراطية الاتجاه نحو تصاعد المد الصفوي أم أن حذار هذا المد وتصاعد المد الديمقراطي العلوي الحسيني هذا سؤال مهم يجب أن نتوقف عنده ولا نحكم على الناس بسرعة وما هو سؤال الثاني أيضا مهم جدا ما هو دور المرجعيات الدينية في تعزيز الاتجاه الصفوي في الساحة الشعبية هل لهم دور؟ بعض المرجعيات وليس طبعا كل المرجعيات وما هو دور الحركات الثورية والسياسية والمقاومة في تعزيز الاتجاه العلوي الحسيني أخيرا كيف يمكن مكافحة التشيؤ الصفوي والتخلص من التراث السلبي الموروث ومن يجب أن يقوم بذلك؟ هل ننتظر العلماء والمشايخ أن يقوم بهذا الدور؟ أم كل واحد من عدنا يمكن أن يقوم بمكافحة هذه المفاهيم المغلوطة عن التشيؤ المفاهيم السلبية التي تبث الأعداء والبغضاء بين المسلمين؟ هذا ما يجب علينا أن نفعله والآن نستمع إلى مداخلاتكم